منذ الإعلان الأمريكي عن نقل سفارة واشنطن لدى الكيان الصيوني من تل أبيب للقطس بعد إعلانها المدينة المحتلة عاصمة أبدية للكيان الصيوني ومع بدء الحديث عن الخطة الأمريكية لحل القضية الفلسطينية المسمات بصفقة القرن أبدى الفلسطينيون رفضا قاطعا لكل الإجراءات والخطة الأمريكية الرامية إلى تصفية قضيتهم وليس حلها غير أن إدارة ترامب بدأت غير مكتلثة لذلك الرفض الفلسطيني الذي ضم تحت مظلته كل الفصائل والقوى الفلسطينية بل إن إدارة ترامب شرعت فيما يبدو في تنفيذ خطتها بداية من نقل سفارتها وإعلان القدس عاصمة لكيان الاحتلال مرورا بقطع كامل مساعداتها عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التعبيعة للأمم المتحدة وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة وصولا إلى قطع المساعدات الأمريكية عن المشافي الفلسطينية بمدينة القدس فيما بدى تنفيذا أمريكيا للبنود المسربة من صفقة القرن وعقابا للفلسطينيين على رفضهم الصفقة كل ذلك دفع صائب عرقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى القول أن واشنطن نفذت بالفعل 70% من صفقة القرن عبر تلك الإجراءات التي تهدف إلى إقصاء ملفي القدس واللاجئين الفلسطينيين عن جدول أي مباحثات سلام قادمة وبحسب محللين فإن الإجراءات الأمريكية تأتي في سياق تنسيق على مستوى عال مع الكيان الصيوني والذي بدوره اشترع قانونا يؤكد على يهودية الكيان الغاصب ليلغي بذلك عمليا حق العودة للاجئين الفلسطينيين ويرسخ الاستيطان وبالتالي ينهي كل الملافات العالقة التي كان من المفترض أن تكون محل تفاوض ويجعل حل الدولتين غير مطروح أصلا الأمر الذي يضع على الدول العربية والإسلامية مسؤولية كبرى في التصدي للمخططات الصي وأمريكية اشتركوا في القناة